لا جديد اليوم في الناصرية إلا ليلة كانت أشد عنفا من بين الأيام الخمسة الماضية إذ خلفت إقالة محافظ ذيقار ناظم الوائلي عند ساعات الليلة المظلم قدم استقالته فيما احتضن قراج السيارات في مستشفى الحبوبي جرحت تظاهرات من الطرفين بعد أن ملأت ردهاته في مشهد عاصف يعيد بالذاكرة إلى بداية تظاهرات تشرين العام الماضي إنما حصل من جريمة ومجزرة ليلة الوارحة وما تعضله الشباب الناصرية الثوار من عبادة جماعية كانت حصيلته أربع من الشهداء الشباب عمارهم بين الـ 15 إلى 18 عام ولدينا 135 جريح تم أصابتهم بطلق ناري أو بالدهس بسيارات حقيقة التغييرات الأخيرة في محافظة ذيقار يعني جاءت متأخرة جدا وأيضا غير مناسبة يعني متأخرة يعني جاءت بعد أن المدينة خيرت شبابها مدينة منكوبة تعالى من الإخفاق السياسي يعني هذه التظاهرات شهدت تغيير ثلاث محافظين يعني منذ انطلاق تشرين حتى الآن أما الوائلي وهو ثالث محافظ تطيح به تشرين التي عصفت بحكومات ذيقار التشريعية والتنفيذية أما شباب المحافظة متظاهرون يبحثون عن أمل في محافظة تصارع من أجل يعادة رونقها بزينة شبابها الذي أثقلته البطالة وفقدان الأصدقاء ندين ونستنكر العمل الإرهابي اللي قامت به قوات مكافحة الشغب والقامت به القوات الأمنية والقوات القمعية أدري ليش تشليش يعني ناس طلعت تظاهر معتها يعني لا عدا سبب تعيش لها ليش تكتله وعلى أعتابي تلك الأحداث تمتظر مدينة الناصرية عبدالغان الأسدي محافظة وليس قائدا عسكريا فيما يعمل مراقبون من الأخير أن يكون ذات حنكة سياسية بعيدا عن محاور العسكر لقناة التغييرها بالخفاجي الناصرية